اشتركوا في القناة وهدى بمنحهم ميدالية ومكافأة مالية مقابل تفوقهم في الدراسة وقد كان اول المكرمين طالب محمد الامير بن قداش المتفوق الاول على المستوى الوطني ببعدل 19.50 شعبة علوم تجربية وتقدم طالب بن قداش لرئيس الجمهورية عبد المجيد تابون وقام بتقديم قبلة على رأسه تقديرا له واحتراما لرئيس الجمهورية يمنح له الاخير مكافأة مالية هذا وقام رئيس الجمهورية بتكريم نخبة من الطالب المتفوقين نقول الاوائل وطنيا على غرار شبل الامة عبدالواحد بسعيد من وهران والحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19.2 نقول وصاحب المركز الثاني في شهادة البكالوريا اسامة دعاشي 19.32 تقافيا الانين احتضنا صباح اليوم المركز التقافي علي منجلي بعزابة شرقي ولاية سكيكدا ندوة تاريخية موسومة بعنوان دور منطقة عزابة في الكفاحة التوري بالشمال القسنطينية نظمتها مؤسسة الشهيد زيغود يوسف بالتنسيق مع المتحف الجهوي للمجاهد علي كافية حيث تم زيارة معرض صور التاريخي ببهو المركز اضافة الى تقديم محاضرات من طرف الاساتدة على غرار الاستاذ عبدالحاميد العديسية الذي قام بمحاضرة حول احد اهم الشخصيات التاريخية في منطقة عزابة القائد علي منجلي بعنوان المسكوت عنه في شخصية المجاهد المرحوم علي منجلي حيث قام بابراز كيان منجلي كاحد نواب زيغود يوسفة والى احوال الطاق سينانة به ديوان الارصاد الجوية في نشرية اللهو اليوم الاحد من تساقط امطار الرعدية في كل من ولاية تبسا ام البواقي خنشلا باتنا ميلا بسكرا سطيف لمسيلا ولد جلال الجلفة الاغواط تيارة سيد سعيدة اقول البيض نعامة سيدي بالعباس تلمسان بشار وبرج باجي مختارة كما نبهت ذات المصالح من موجة حر شديدة تصل الى خمسونة درجة ستستمر عبر ولايات برج باجي مختار ادرار عين صالح بن عباس ورقلة تقورت بسكرا لمغير الوادي وولد جلالة الى هنا مشاهدين الكرام نصل الى ختم موجز رخباء في امان الله شكرا